اكدت الهيئة العامة لتأمين الاجتماعية الحرص على التعاون مع سلطة التشريعية في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح المواطنين باعتباره الهدف الأسمى الذي يلتقي حوله الجميع ونوهت الهيئة بأن استدامة صناديق التقاعدية ووضع المبادرات والحلول لضمان استدامتها بات أولوية قصوى نضعها دوما في نصب أعيننا بما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وأوضح السيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن متوسط نسبة العوائد للمحفظة الاستثمارية التي تديرها شركة أصول في السنوات الخمس السابقة من 2016 إلى 2020 بلغ حوالي 7.49% وهي نسبة تفوق توصيات الخبير الاكتواري بحوالي 25% وطريقة حساب العوائد في شركة أصول متوافقة مع معايير أداء الاستثمار العالمي ترجمة نانسي قنقر